واحد من كل 65 مولودا جديدا معرض لتشخيص بالطراب طيف التوحد حسب آخر الإحصاءات العالمية رقم ضخم جعل المختصين يدقون نقوس الخطر مشددين على أهمية التشخيص المبكر لتكفل أنجع بهذه الفئة وتسهيل إدماجها في المجتمع وحنا من هذا المنبر نقول لك كان كثير من الأطفال اليوم هذا العام ما رحيني جوزوا الباك رحيني جوزوا البيان جوزوا السيزيان نجحوا الحمد لله لأنه كانت عناية صحية كاملة مرافقة أطفال التوحد وتوفير المراكز الخاصة للتكفل بهم واحدة من أهم التحديات التي تواجه المختصين والأولياء على حد سواء بسبب تزايد الحاجة لها إلى جانب إعداد المخطط الوطني الخاص بالتوحد مراكز التأهيل المتخصصة حلقة هامة في مشوار إدماج أطفال التوحد إلا أن المرافقة الأسرية والمتابعة الدائمة تبقى ضرورة لإكمال مهمة المختصين